أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية دكتور أنور قرقاش أن انتهازية الدوحة باتت مكشوفة وأن قطر تتخبط في تناقضاتها ناشدة تارة رضا واشنطن وتارة ويدا إيران كما أكد أن الإعلام مدفوع الثمن الذي يبرر صمت الدوحة وتعطفها مع طهران لن يغطيها وذلك بعد أن وفقت الحكومة الإيرانية على فتح مكتبين لوكالة أنباء إيران إرنى في العاصمة القطرية الدوحة أعلنت الشرطة الألمانية على تويتر أن رجلا أصاب عددا من الأشخاص بسكين في مدينة ميونيخ السبت وقالت إنها تبحث عن المشتبه به الذي لا تزال دوافعه غير معروفة وحثت الشرطة عن مواطنين في المدينة على التزام منازلهم ووصفت المشتبه به بأنه رجل في الأربعينات وقالت إنه لذب الفرار مستقلا دراجة سوداء ارتفع عدد قتل التفجيرين الذين وقعوا في العاصمة مقديش قبل نحو أسبوع من الآن إلى 358 شخصا بحسب ما قالت الحكومة الصومالية ونقلت وكالة أنباء الصومال عن وزيري الأعلام والأمن الداخلي قولهما 228 شخصا أصيبوا أيضا في أكثر هجوم دموية في تاريخ البلاد واعتقلت السلطة الصومالية شخصين على صلة بتفجير الإرهابي لم يحقق آيفون 8 أي نجاح يذكر نظرا لأن المستخدمين ينتظرون توفر آيفون X أو آيفون 10 بالرغم من سعره المرتفع لكن تشير توقعات إلى أن الكميات المتاحة عند بدء توفر الهاتف للطلب ستكون قليلة للغاية وتشير توقعات إلى أن أبل ستشحن ما بين 2 إلى 3 ملايين هاتف آيفون 10 قبل بدء توفره في الأسواق يوم الثالث من نوفمبر المقبل قدت المحكمة العليا الهندية بأن المواقع الجنسية مع زوجة قاصر أقل من 18 عاما يعد أمرا غير قانوني وبمثابة اقتصاب ويشار إلى أن زواج الفتيات أقل من 18 عاما والصبية أقل من 21 عاما أمر محظور في الهند لكن تعد ظاهرة زواج الأطفال شائعة في المناطق الريفية بظل ضعف تطبيق القوانين والفقر والأعراف الاجتماعية أعلنت تونس عن قرارها إعفاء المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي من تأشيرة الدخول إلى الأراضي التونسية وذلك في مسعى لاستقطاب السياح من هذه المنطقة خاصة العرب وتجريع الاستثمار وأصبح بالإمكان الحصول على تأشيرة الدخول إلى تونس بمجرد الوصول إلى المطار نهاية الموجز إلى اللقاء نشكركم على متابعة قناة تلفزيون الآن على يوتيوب وليصلكم كل جديد قموا بالضغط على زر اشتراك أو سبسكرايب وإن أعجبكم ذلك شاركونا تعليقاتكم ولا تترددوا أيضا بالضغط على مشاركة أو لايك ترجمة نانسي قنقر